خبر للرئيس السيسي واستقباله امبارح لاتصال هاتفي من رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي وكمان صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية السفيد باسام راضي انه رئيس الوزراء الهندي هنة السيد الرئيس بحلول عيد الفطر المبارك واكد اعتزاز بلاده بالروابط الممتدة والعلاقات الوثيقة مع مصر وتقديره للثقة للسياسي البارز اللي بتمارسه مصر بشكل متزن على الصعيدين الاقليمي والدولي كمان خلال الاتصال توجه السيد الرئيس عبد الفطر السيسي بالشكر للسيد مودي على اللفتة الطيبة وأشاد بتميز العلاقات الصنائية التاريخية ما بين مصر والهند واكد حرص مصر على دفع التعاون الصنائي ما بين البلدين على مختلف الأصعادة سواء المستوى التجاري أو الاستثماري وكمان المستوى الطبي وأضاف المتحدث الرسلي باسم الجمهورية أنه الاتصال كمان تناول رؤى البلدين بشأن أيضا الخبرات المتعلقة وأفضل الممارسات فيما يتعلق أيضا بمواجهة فيروس كورونا وإجراءات مكافحة البلدين واحتواء تدعيات فيروس كورونا طبعا الهند كمان من البلدان اللي بترتفع فيها بشكل ملحوظ الأيام دي عدد الإصابات ووصلت تقريبا 145 ألف إصابة ولكنها بتعتبر مش في نطاق واسع مقارنة بعدد السكان لأنه سكان الهند حوالي مليار ونص أو مليار وربعمائة مليون يعني زي الصين هم أصبح متقاربين جدا فلسا الأعداد رغم كبارها اللي أنها بتعتبر أعداد قليلة مقارنة بغيرها من بلدان أوروبا وأمريكا